ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي تسلم قائمة بأسماء المحتجزين الذين من المرتقب الإفراد عنهم اليوم وأن سلطات الاحتلال أبلغت عائلاتهم وفد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو بالموافقة على إدراق خمسين أسيرة فلسطينية في قائمة المقرر الإفراد عنهم مقابل إطلاق سراحي المزيد من المحتجزين الإسرائيليين من غزة وبمجبي الاتفاق الذي تم توصل إليه بوسطة المصرية القطرية الأسبوع الماضي أطلقت حماس سراح خمسين امرأة وطفلا إسرائيليا كانوا محتجزين في غزة مقابل إطلاق سراح مئة وخمسين معتقلا فلسطينيا من السجون الاحتلال مع قيار مضاعفة هذه الأعداد إذا تم تمديد الهدن لمدة خمسة أيام